معلومة من التاريخ الإسلامي بعد أن خلق الله آدم خلق الله من ظلعه حوى على أساس يكون بداية الحياة منطلقة من اثنين من فردين وكذلك من زوجه ومن زوجه ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا لما قال يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ولذلك المرأة شقيقة الرجل فهنا دلالة واضعة الحياة الله قادر يخلق آدم ويخلق مع ذرية بدون زوج انتهى الموضوع لكن الله جعل الانطلاق تبدأ بعلاقة الرجل بالبرأة العلاقة الشرعية التي ينطلق منها الأسرة وبالتالي النبي صلى حتى في آخر الزمان قال اني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ثم قال تزوجوا البكر الولود الودوت وهذه تعطيك دلالة على مكانة الزواج لذلك لا يمكن يقوم البيت إلا بوجود زوجين كلاهما يعرف حقوق الآخر ولذلك من آياتي انخلق لكم من أنفسكم انجعل لكم أزواج لتسكنوا قال لتسكنوا إليها وين تسكن مع الزوجة الزوجة؟ هي لا تسكن إليها إنما السكن في حقيقة العلاقة أن تعرف المرأة حقها الذي لها والذي عليها ويعرف الرجل الذي له والذي عليه حين يكون السكن السكن بمعنى الضاحة والسعادة وقيام البيت على الوجه المطلوب وأضرب مثال آخر مثلا في قصة موسى مع شعيب موسى لما خرج خارجا فارا هاربا خشية القتل فخرج إني لك من الناصحين لما مر على المرأة أو المرأتين لما دخل وجد من دونهما امرأتين تذودان هنا موسى عليه السلام كان يريد الماء عطشان وجوعان فبالتالي سقى لهما ثم تولى إلى الظل استح يطلبهما شيئا دعا طبعا ربا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير تأتي هنا الآن لاختيار الزوجة لأن اختيار الزوجة في البداية أنا أقول أمرين يجب أن تتوفر في المرأة إذا أراد الرجل أن تقوم المرأة بحقوقه أولها الحياة وثانيها العقل والذكاء الحياة قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فمن حق الزوج على المرأة أن تكون حيية صاحبة حياء ليس فقط خارج البيت حتى مع زوجها وهذه نقطة مهمة كل الحياة هنا بمعنى احترام الزوج القيام بحقه وواجبه الأمر الثاني الذكاء والعقل كيف استنتجنا هذا قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي والأمين أدركت أن هذا الفعل دلالة قوة فذكاء المرأة وعقلها وحيائها وتعرف لكل أمة خلق وخلق أمتنا الحياة فإذا عرفنا أن من خلقنا بل خلق هذه الأمة التي تميزت به الحياة لأن إذا كانت المرأة حيية جاءت بكل الصفات الجميلة بعدها وإذا خدش هذا الحياة ولا حول ولا قوة إلا بل قد يخدش كل الأخلاق بعدها هذه نقطة مهمة ثم ما يتعلق بالرجل وهو حق المرأة على الرجل أن تكون فيه الصفتين أيضا الأخرتين وهي أن يكون قوي وأمين استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إذا تكاملت هذه الصفات في حقوق المرأة أو في المرأة وتكاملت في الرجل قامت حقوق الرجل لأن المرأة لما أنت ذهبت المتزوج إلى بيت أبو زوجتك وضعت يدك في يده قالت زوجتك زوجتك على كتاب الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله قبلت قبلت قبولك هذا ميثاق وميثاق قليط قال الله وأخذنا منهم ميثاقا غليظة ما هو بسؤال ميثاق غليط فهذا الميثاق يجب أن يحترمها الرجل ويجب أن تحترمها المرأة فإذا تم احترام هذا الميثاق قامت الحقوق على الوجه الذي يرضي الله ثم يرضي هذين الزوجين وتقوم الحياة سعيدة ثم يبنى مجتمع قائم على هذه الحقوق من أهم هذه الحقوق أن المرأة تطيعه فيما أراد الله ولذلك تجد العلماء قالوا من يقدم في الطاعة بعد الزواج يقدم الأب ولا الزوج بنت متزوجة أبوها يقولها طلعي والزوج يقولها تطلعين هنا من تقدم تقدم زوجها لأن هنا أصبحت في ذمة رجل فليجب أن تطيع هذا الرجل ما لم يكن في معصية الله فيجب أن تطيع هذا الزوج ما لم يأمرها في معصية طاعته واجبة ولذلك تجد أحاديث كثيرة ترتبت على طاعة الزوج بدخول الجنة من أطاعت زوجها من أطاعت بعلها من قامت لزوجها من إذا نداها زوجها إلى فراشها كل هذه ومن باتت وزوجها غضبان عليها باتت والحاديث التي ترتبت عليها اللعن والطرد من رحمة الله كلها مترتبة في طاعة الزوج فمن حقوق الزوج الطاعة وهي الطاعة في المعروف من حقوق الزوج حفظ حقوقه وأسراره يعني مثلا بعض الإشكالات حتى الحقوق ذي يقول علمه ترتبط بعد الطلاق لا قدر الله أو بعد موته يعني قد لا يتفق رجل مع زوجها فيطلقها فتروح المرأة تفضح والله كنت شوفه يفعل كذا ويسوي كذا وتره مهبار وتره عاق وتره يفعل وتره يترك وهذا حرام من ناحيتين حرام بكونه مسلم وحرام بكونها زوجة مؤتمنة على حفظ حق هذا الزوج ومن حق الزوج على زوجته وهذا قد يكون حق مشترك أن تحفظ مكانته عند أبنائه يعني الأمات تجي تقول تره أبوكم فعل وتره ترك وتره ما يعطيني وتره بخيل وتره وتحاول تسقط من قيمة الزوج وهذا قد يساهم ويشارك في عدم يعني خلنا نقول أن يقوم البيت بالتقويم والتربية الصحيحة فهذه من أهم الحقوق الحقيقة كذلك أن المرأة يجب أن تحترم ذوي الرجل يعني أهل الرجل وهذا أيضا أنا سميه حق مشترك إذا علم الرجل من زوجته ما تحترم أمه وتحترم أباه وتحترم أخواته وتحترم إخوانه وتحترم أعمامه قد لا يكون هذا واجبا شرعيا لكنه من الإحسان الذي أمر الله قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم فهذا فضل من المرأة على الزوج كما هو فضل من الزوج على المرأة وهذا جزء من حقوق الزوجة أو الزوج على زوجها من حقوق الزوجة أيضا وحقوق المرأة يجب أن يكون الرجل بها كما قال رفقا بالقوارير المرأة تبقى لينة وتبقى الأنوث بها ظاهرة وتبقى ضعيفة بمعنى ضعيفة هنا ليست ضعيفة بمعنى أنها ليس لها قيمة لكنها أضعف بدنيا أضعف حتى يمكن حتى في الشهادة لما قال الله سبحانه وتعالى استشهدوا لم يكن رجل فامرأتان لتذكر إحداهما الأخرى شف سورة النساء وأنا أقول الأخوات سمى الله لكنا سورة كاملة ما في سورة في القرآن اسمها سورة الرجال سورة النساء ومن مقاصد هذه السورة الرحمة والعدل مع من يستحقون الرحمة والعدل وأولهم المرأة فجاءت الآيات تدوروا على هذا فيجب على الرجل أن يحترم المرأة وأن يعدل مع المرأة وتجد مثلا سورة النساء لما جاء حتى حتى المرأة الأمة لما أراد الزواج منها قال فانكحوهن ما قال بإذن سيدهن وهي أمة قال بإذن أهلهن مراعاة لمشاعرها طيب من باب أولى الزوجة وأيضا نقول للزوج التلطف في العبارة يقول إذا جلست مع المرأة فاستمع منها أكثر مما تتكلم لأن المرأة إذا تكلمت انصحت في مصطلحاتنا المعاصرة الشحنات السلبية تخرج مع كثرة كلام المرأة فقد تكون المرأة يعني مشحونة من بعض ضغوط البيت والتربية والجلوس في البيت وا 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 إذا أعطاها الرجل مساحة في الحديث حتى لو لم يكن مستسيغا لحديثها خفت كثير من المشاكل التي تكون داخل البيت ترجمة نانسي قنقر